اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آلي وصحبي أجمعين آمين إزايكم عاملين إيه؟ يا رب يكون الجميع بخير النهاردة هنعمل مع بعض البطاطا المشوية بطريقة سهلة جدا جدا ومش هتاخد وقت معاكي خالص ولا هتعمل شياط ولا دخان ولا كل الحاجات اللي البطاطا بتعملها وتفضلي بقى تنضافي في الفرن مكانها كل ده مش هيحصل واتطلعي البطاطا في أقل من ربع ساعة زي الزبدة ومن غير أي تعب تمام؟ هندخل طبعا الفيديو ونشوف احنا عملنا البطاطا الجميلة المكرملة المشوية دي ازاي؟ بس قبل ما ندخل الفيديو لو أول مرة تشوفي قناطي اعمل يجي اشتراك في القناة ولو عجبك الفيديو حطي لايك للفيديو هنا معي كمية البطاطا اللي أنا عايزة أشويها طبعا مخصولة وزي الفل وشايلة منها الحتة اللي بتبقى رفيعة كده من هنا ومن هنا أهي ومعايا الكيس الحراري هنشوي البطاطا النهاردة في الكيس الحراري وبجد بجد لو ما جربتي هاش يبقى فاتك كتير جربي تشوي البطاطا في الكيس الحراري وهتحسي من النتيجة تحفة وهقولك إزاي تشويها في الكيس وتطلعيها مشوية ومتحرواقة كده ومكرملة متحرواقة قصد يعني الحتة اللي هي مكان الشاوي دي لأن ممكن تشويها في الكيس الحراري وتطلع شكل المسلوقة تمام فأنا هقولك إزاي تطلعيها مشوية كأنها مشوية في الفرن كده خالص بطريقة بسيطة جدا جدا ومعلومة سوغننة وتكاية سوغننة هنعملها في آخر الفيديو وهتشوفوها معي هتطلع معاك البطاطا بالشكل اللي انت شفتيه في أول الفيديو أنا هنا حطيت كمية البطاطا كلها الكيس اللي معي ده اللي هو الكيس الجامبو طبعا الكمية حسب الرغبة يعني أنت ممكن تكون هتحطي كمية صغيرة فأنت حرة حطيت الكيس بالبطاطا بعد ما قفلته حطيته في صاق كده ما فيهوش أي حاجة الصاق طبعا فاضي وأنا مسخنا الفرن وهحطه شوية في الفرن من تحت وبعدين هرفعه في الفرن على الصوجة تمام؟ على الرف اللي في النص يعني طبعا الفرن على أعلى درجة هنا خلاص البطاطا بتاعتنا استاوت وزي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله شكلها تحفة ومخدتش وقت خالص وزي الزبدة من جوه والحرواء اللي أنا بقولكم عليها أنا بحب البطاطا يكون فيها مكان الشاوي اللي هو المكان الأسود ده ده مكان الشاوي أنا بحب جدا البطاطا تكون كده فطبعا إحنا لما بنشويها عادي في الكيس الحراري ما بتطلعش كده بتطلع شكل المسلوقة بستوية أو زي الزبدة بس شكل المسلوقة عملنا إيه عشان نطلعها كده أول لما تتأكدي إن هي خلاص استاوت افتحي عليها الشاويه تمام؟ وهي زي ما هي في الكيس لما هتفتحي عليها الشاويه هتحسي إن الكيس بدأ إن هو ينكمش في قلب بعضه كده شوية وبس النار بتوصل للحاجة اللي جواه وبتديكي الشكل ده إحنا طبعا بيبقى خلاص الكيس مهمته انتهت بالنسبة لنا لأن هي البطاطا استاوت يعني بقولك تعملي كده بعد ما البطاطا تستوي بعد ما تتأكدي إن هي استاوت تمام؟ بتطلع معاكي بقى ميكارميلة وزي الفل كده زي ما أنت شايفة جميلة قوي وطبعا ولا وسخنا الصاج ولا وسخنا الفرن ولا أي حاجة وكمان ما خدتش معانا وقت نهائي تشايفين؟ بجد بجد لازم تجربوها هنا هفتح بقى معاكم واحدة كده علشان نشوف البطاطا الجميلة بتاعتنا قد ايه مستوية من جوه وجميلة قوي أنا مش بحب البطاطا يكون فيها حتة يعني تكون نشفة من جوه أو مسكة نفسها من جوه بحبها طرية زي الزبدة عارفين هي شكلها كمان يمكن التصوير مش مبينها هي نزل عليها العسل بتاعها ده اللي احنا لما بنشويها في الفرن من غير كيس بنهلكه في الفرن وبينزل على الفرن ما بيبقاش عليها هي بقى دلوقتي العسل بتاعها ده مغل في القشرة بتاعتها وطعمها طحفة شايفين؟ بصوا انا هنا بوريكم هي قد ايه مستوية ودايبة من جوه دايبة بجد حاجة بسيطة يعني يدوبك بس تجيب الكيس وتخسل البطاطا وتحطيها فيه وبجد النتيجة هتعجبك قوي شايفين شكل البطاطا عاملة ازاي واهول عسل اللي انا بقول لكم عليه طبعا لو شويناها كده زي الشاوي بتاعنا العادي هينزل كل ده في الفرن والبطاطا المشوية ليها مزاقها برضو يعني مش زي ما نسلقها او زي ما نسويها في حلق او حاجة زي كده لا طبعا الفرن ليه هيبتو في موضوع البطاطا ده بس خلاص بكده يكون انتهى الفيديو بتاعنا النهار ده يا رب طريقة البطاطا في الكيس الحراري يتعجبكم ولو عجبتكم ما تنسوش اللايك للفيديو اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد من قناتي موطبخ ضعائي الجيلاني اشوفكم على خير سلام عليكم اشتركوا في القناة